كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية صادرات محمد الوحدية للإضاعة الوطنية أن مصالحه سجلت مؤشرات إيجابية خلال سنة 2022 مبرزاً أن عدد تدخلات الأعوان ثاق لأول مرة مليوني تدخل ثم على إثره تحرير حوالي 200 ألف مخالفة نتابع بالفعل في هذه السنة 2022 حققنا رقم قياسي في الحصيل المسجلة حيث بلغت أكثر من مليونين ومئة وثلاثين ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية يعني بزيادة 18% مقارنة في سنة 2021 وكانت مليون وثمانية ألف خلال هذه الفترة الثانية سجلنا حوالي 206 ألف مخالفة تم على إثرهات حرير 179 ألف محظر وصلت إلى العدلة وكذلك الكشف على رقم أعمال مخفي بقيمة 42 مليار دينار جزائري كل المؤشرات الرقابية في هذه السنة يعني في تزايد هذا راجع للجهد المبذول من طرف القطاع وخاصة أعوان الرقابة في الميدان لنجولهم تحية بالمناسبة ترجمة نانسي قنقر